سامحة ومصر بقى اللي ده انا اصدقاء المسيحيين ده انا جيران المسيحيين والكلام اللي بنسمعه ده على سبيل اليعني اليعني تفضل وتكرر من حضرتك انك انت عندك اصدقاء مسيحيين وجيران مسيحية حاجة 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 تخبل حتى حاجة عيب انك تقدمها على اعتبار انه اه دي مسألة يعني اه شفتوا قدي ايجابية اه دي مسألة الطبيعية العادية يعني مش ميزة زي اللي بقولك ايه هذا الوظف يتميز بطهارة اليد يا سلام من امتى انه موظف شريف كلمة انه شريف بقى ميزة في السفي بتاعه حاجة يعني شيء عجيب عجيب جدا وما اكترا من عجبين فيك يا مصر فاللي بيكلم عن المجتمع المصري اللي دي مش قيامنا ودي مش اخلقنا اه دي مش قيامنا واخلقنا ستينات وخمسينيات انما دي قيامنا واخلقنا من اول السبعينات وحوادث الفتاة من الطائفية التي لا تنتهي ليه طعم فيش حد حل مشكلته زمان في مطلع السبعينيات حدثة الزواء الحمراء حدثة الاشهر في عصر رئيس السادات شك اللاجنة برئاسة دكتور جمال العاطيفي وكان بعدها بقى وزير الاعلام واحد استاذ كبير قانوني كبير واستاذ في المنتشعات الاعلامية الكبير عمل اللاجنة لاجنة العاطيفي دي برئاسته وعمل تقرير مشهور اوي في يعني لهؤلاء الباحثين او الذين تصورون انهم بزلوا جهدا في محاولة معرفة عمق الاسباب اللي وراء مثل هذه الحوادث تقرير العاطيفي وتوصياته كلها مرمية في الدرجة ده يزال حد فاكره اصلا ولا حد عمل بي واستشرت الفتنة الطائفية مع السلفية وزي ما انتوا شايفين كده السلفين مسيطرين حتى على ادمغة المسؤولين في مصر والمحافظين بالمناسبة والوزراء بالمناسبة وزراء مصر في اغلبهم سلفيون محافظون مصر في معظمهم سلفيون سلفيون بالمعنى الفكري والعقيدي كلهم ما بيقولوش او ما بيعملوش ده بس هالفك لا او انهم مش منطمين